موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 8 اليونت الثاني الدرس الثامن سيتي ماوس اند فيلج ماوس فأر المدينة وفأر القرية موجودة بصفحة 36 من كتاب الطالب وصفحة 34 من كتاب النشاط قبل ما نرد بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بسبب استطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 36 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة سيتي ماوس اند فيلج ماوس فأر المدينة وفأر القرية طبعا هذه القصة هي قصة للقراءة مثل قصة الأسد والفارق اللي اخذناها بنهاية اليونت الأول يطلب من اندي اني listen and read استمع وقرأ استمع للمقطع الصوتي اللي يقرأ هذا القصة أتبع وياه وأحاول أقرأ بعد للمقطع الصوتي مثل ما قرأ فرح نستمع للمقطع الصوتي نتبع وياه ننتبه شون يلفظ هذين الكلمات يلفظ ذن الجمال وأحاول بعدها أقرأ مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي بعدها ان شاء الله رح نقرأ القصة ونوضح مفرداتها نستمع للمقطع الصوتي تلو اشياء трек dato اشياء ه٤ ًتي موس ونوضح ميزل إبما تلو وا ًتي موس ونوضح ميزل اشتراف ميزل كانت صحيح ِن المنطع سماج participate في البداية ترنبا صداق سماجد القدر لقد سأرزان المرزيقم في حقا punk مورktion أين يتدakين سيدي مرزيق تريد يماريلي قليّة مارزيق سちは سيدي مرزيقbait엔 أيت There was lots of food and it was very rich Eight The door opened Nine A big, scary, orange cat jumped up to the table Run! Ten City Mouse and Village Mouse ran as fast as they could Help! Eleven When they were safe, Village Mouse said I don't like the city I am going home to the country It's quieter in the village Twelve When he got home, Village Mouse had a lovely lunch of bread and cheese I love my simple food So after we started listening to the story, we're going to show you the story We're going to show you the story We're going to show you the story Number one City Mouse and Village Mouse were friends City Mouse is the city of the city Village Mouse were friends فأر المدينة وفأر القرية كانوا أصدقاء Number two One day City Mouse went to visit Village Mouse ذهب فأر المدينة لزيارة فأر القرية Number three They had a picnic of bread and cheese حظوا بنزهة من الخبز والجبن Number four City Mouse اللي هو فأر المدينة إش قال This food is boring هذا الأكل ممل City food is better أكل المدينة أفضل Number five خامسا Village Mouse went to visit City Mouse النوبل فأر القرية ذهب لزيارة City Mouse فأر المدينة In his big city house في بيت المدينة الكبير Number six سادسا City Mouse showed Village Mouse Lots of delicious food فأر المدينة أظهر لفأر القرية الكثير من الطعام اللذيذ Delicious food طعام لذيذ Number seven سابعا Village Mouse ate and ate فأر القرية أكل وأكل There was lots of food كان هناك الكثير من الطعام And it was very rich وكان فأر المدينة جدا غني Rich معناها غني Number eight ثامنا The door opened فتح الباب وأصدر صوت القط وكان الفأر ناعم Number nine تاسعا A big scary orange Cats jumped قطة برتقالية مخيفة كبيرة Jumped قفزت Jumped up the table قفزت على الطاولة اللي كانوا يتناولون بيها الطعام فصديق الفأر قال له Run أركض Number ten عاشرا City Mouse and Village Mouse Run as fast as they could فأر المدينة وفأر القرية ركضوا بأقصى سرعتهم وكانوا يصرخون Health Health معناها النجدة ساعدونا Number eleven When they were safe عندما كانوا بأمان Village Mouse said قال فأر القرية I don't like city أنا لا أحب المدينة I am going home to the country أنا سوف أذهب إلى بلدي It's quieter in the village إنها أكثر هدوء في القرية Quiet هادئ quieter أكثر هدوء Number twelve When he got home عندما وصل إلى موطنة اللي هي Village القرية Village Mouse Had a lovely lunch فأر القرية حظى بغداء لذيذ Of bread and cheese من الجبن والخبز I love my simple food إش قال؟ قال أنا أحب طعامي البسيط هذا ما يخص هذه القصة قريناها ووضحنا مفرداتها بعد ما قريناها نحاول نستمع المقطع الصوتي مرة ثانية ونقراها أكثر لأن هي القصة للقراءة لتطوير مهارة القراءة لدى التلاميذ ننتقل إلى كتاب النشاط لكات سيتي ماوس and village mouse story يطلب من عندي أني أنظر إلى قصة سيتي ماوس and village mouse فأر المدينة وفأر القرية اللي قرناها قبل دقيقة ويسئلك يقول لك Which mouse do you like؟ أي الفئران الذي أحببته فأر المدينة لو فأر القرية فهنا أنا مثلا تلميذ يختار يقول I like مثلا city mouse أو حب فأر المدينة لو village mouse فأر القرية فمثلا أقول I like village mouse أنا أحب فأر القرية أنا تلميذ مخير أني يختار village mouse لو city mouse ننتقل إلى النشاط الآخر write the words اكتب الكلمات منطيني مجموعة من الكلمات وكذلك منطيني جدول بـ city المدينة والـ village القرية يقول لك اقرأ الكلمة حاول تفهمها وتشوفها تناسب يا حقل من ذن الحقول city المدينة لو village قرية مثلا كلمة quiet quiet ذكرناها بالقصة معناها هادئ يا مكان أكثر هدوء city المدينة اللي بيها كثير من السيارات والعمارات والشاحنات لو village القرية أكيد الـ village أكثر هدوءا فأقول village أخليها بحقل village number two ثانيا rich food طعام غني وين نلقى الطعام الغني بالـ city المدينة لو village القرية ذكرنا أنه لما فأر القرية ذهب إلى فأر المدينة لقى عند الكثير من الطعام الغني لذلك الطعام الغني نلقى بالـ city المدينة فأخليه بحقل المدينة scary cat scary cat معناها القطة المخيفة وين لقانا القطة المخيفة؟ بالـ city المدينة لو village القرية عرفنا أن scary cat لقاناها بالـ city بالمدينة وليس بالقرية simple food الطعام البسيط وين لقانا؟ بالـ city بالمدينة لو village القرية ذكرنا أنه village mouse اللي هي فأر القرية قالت I love my simple food أنا أحب طعامي البسيط إذن أخليها بحقل village أما هذه العبارة big house بيت كبير وين القلبيوت الكبيرة بالـ city بالمدينة لو بالـ village بالقرية أكيد بالـ city بنقول big house والـ delicious food الطعام اللذيذ في القرية هذا ما يخص هذا النشاط مجرد الكلمات أشوفها تناسب يا حقل city لو village المدينة للقرية من خلال قصة فأر المدينة وفأر القرية ننتقل للنشاط الآخر read and circle the old word اقرأ وحوط الكلمة الغريبة هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري يقرأ التلميذ من خلاله كل مجموعة من الكلمات متشابهة بنوع معين ما عدا كلمة وحدة غريبة من أدهن يحاول التلميذ يطلع هذه الكلمة الغريبة طبعا هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري يجيين بسؤال المفردات مثلا يجيب لجمل تين أو تلت جمل ويطلب من عندنا حوط الكلمة الغريبة وبكل مجموعة فمثلا نمبر وان أولا Iraq هي العراق باغداد باغداد تين أو الصين وأمريكا أمريكا شن الغريب من ذن المجموعة يا كلمة من ذن الكلمات هي الغريبة نحن نعرف أن إراك العراق تين أو الصين أمريكا ذن بلدان بينما باغداد هي عاصمة محافظة فالكلمة الغريبة من ذن المجموعة هي كلمة باغداد لذلك أحوطها أحوط كلمة باغداد هي الكلمة الغريبة نمبر 2 ثانيا سلايد زحليقة سوينغ رجوحة تانل نفق ليموناد عصير ليمون شن الكلمة الغريبة من هذه المجموعة نحن نعرف ان السلايد والسوينغ والتانل هي العاب ساحة اللعب بينما ليموناد عصير الليمون ما يناسب هذين كلمات كلمة غريبة فأحوط كلمة ليموناد نمبر ثري ثالثا شن الكلمة الغريبة كلمة سوكس الجواريب لان كل ذلك كلمات متعلقة بمواد المدرسة ومواد الصف مع عدد سوكس الجواريب نمبر فور رابعا شاربنرز مقطاطات أو برايات أبلز تفاح كوكيز كعك سويتس حلويات شن الكلمة الغريبة أكيد كلمة مقطاطات أو البرايات لأن الأبلز والكوكيز والسويتس كل هن أكلات مع عدد شاربنرز ليس من الأكلات نمبر فايف خامسا عربيك اللغة العربية لانش الغداء انجليش اللغة الإنجليزية وماثس رياضيات شن الكلمة الغريبة نعرف انه عربيك وانجليش وماثس ذني دروس مع عدد لانش والغداء ليس له علاقة بذني كلمات نمبر سيكس سادسا long طويل big كبير small صغير green أخضر شن الكلمة الغريبة أكيد كلمة green أخضر لأن كل ذلك كلمات متعلقات بالحجم مع عدد green متعلق باللون هذا التمرين جدا مهم نحاول نحفظه ونحفظ كلمات الغريبة اللي بيه لأن جدا مهم بالامتحانة التحريري من الممكن نجيب لجملتين أو ثلاث جمل أو من الممكن نجيب التمرين كله كسؤال كامل بالامتحانة التحريري ننتقل للنشاط الآخر what are the groups write the words ما هذه المجموعات احنا مطلعنا كل مجموعة بيها كلمة غريبة يقول لك هاي المجموعة شن نتمثل تمثل playground things ألعاب ساحة اللعب أو أشياء ساحة اللعب classroom things أشياء الصف food طعام countries بلدان school lessons دروس المدرسة size حجم منطيني كمثال هو group one words are for countries المجموعة الأولى اللي هي Iraq China America هذاني countries بلدان المجاميع البقية كل واحدة شن نتمثل مثلا group two المجموعة الثانية اللي هي slide, swing, tunnel لنشي مثلا playground things أشياء ساحة اللعب نعم أقول playground things المجموعة الثالثة اللي هي pens, أقلام, crayons أقلام التلوين rubber مساحات شن تمثل تمثل classroom things أشياء الصف المجموعة الرابعة apples, دفاح cookies كعك sweets حلويات شن تمثل food الطعام أما المجموعة الخامسة Arabic English math شن تمثل school lessons دروس للمدرسة أما المجموعة الأخيرة long, big, small يمثل size الحجم كل مجموعة مثلتلي فهذا شيء معين وصل المجموعة بالشيء اللي مثلته ها مجرد نشاصة في غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد أن أعرف أن ذلك كلمات يعبرني عن شنو المجموعة الأولى تعبرني عن البلدان المجموعة الثانية تعبرني عن أشياء ساحة اللعب المجموعة الثانية تعبرني عن أشياء الصاف والرابعة عن الطعام إلى آخره غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا به قصة وعرفنا أن هذه القصة لتطوير مهارة القراءة للتلاميذ يحاول التلميذ يستمع المقطع الصوتي مرة ومرتيا وثلاثة أو حتى يستمع إلى قراءتي آني للقصة إذا كان المقطع الصوتي غير واضح ويحاول يعيد قراءة النص مثل ما قراءة الأستاذ أو قراءة المقطع الصوتي على مدطور من مهارة القراءة للتلميذ وكذلك أخذنا بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذه القصة وقلنا هذه مجرد أسئلة لكي نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري مع عدى تمرين استخرج الغريب تمرين جدا مهم تتواصلوني على حسابات الموجودة مامكم على الشاشة